بكل تأكيد مصر دايما اسمها بيتصدر المشهد في مثل هذه المواقف ومثل هذه الأزمات أول ما يكون فيه تصايد بنلاقي فيه تنسيق دبلوماسي عالي جدا وقوي جدا ودولي من كافة الدول مع مصر لتحقيق الهدنة وبالفعل إشادة دولية كبيرة بنجاح الدبلوماسية المصرية الرئاسية المصرية فيه التوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة واللي بتتضمن بنودها وقف إطلاق النار لمدة أربع تيام إطلاق صراحة 50 من المحتجزين من النساء والأطفال اللي سنهم أقل من 19 سنة مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال واللي سنهم أقل من 19 سنة كمان إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالا أو جنوبا بالإضافة إلى ضمان حرية حركة سكان غزة من الشمال الجنوب وأيضا في شارع صلاح الدين الرئيس الأمريكي جو بايدن علق على اتفاق الهدنة ووجه الشكر لسيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قيادته الحاسمة في التوصل لهذا الاتفاق كمان قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن اتفاق التهدئة هو خطوة حاسمة وفرصة لضمان وصول كميات أكبر من الغذاء والوقود وغيرها من المساعدات الموقضة للحياة في غزة بكل تأكيد في ردود فعل دولية كبيرة مرحبة بهذا الاتفاق رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فندرلاين كتبت على صفحتها على أكسو قالت أرحب ترحيبا حارا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إطلاق صراح الرهائن روسيا قالت أن موسكو ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس على وقف إنساني لمدة أربعة أيام أما الحكومة اليابانية فاعتبرت أن الاتفاق ده هو تطور مهم جدا تجاه إطلاق صراح الرهائن والوضع الإنساني أما الصين فقالت أنها بترحب بالهدنة وأكدت أنه لن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية صحيح يعني التطورات مهمة جدا لتكفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ونأمل طبعا جميعا أنها تكون بداية الوقف كامل لإطلاق النار في القطاع لأنه زي ما حضرتكم متابعين ودايما ما بنؤكد أن المصطلحات لها دور مهم جدا في وصف ما يحدث في قطاع غزة أو حتى وصف ما يحدث حول العالم لو تبعنا هذا الاتفاق هنلاقي إن اسمه هدنة وليس وقف لإطلاق النار هي هدنة إنسانية يعني هذه الهدنة هي هدنة مؤقتة حتى الآن لمدة أربع أيام حسب هذا الاتفاق وخلينا برضو نتابع مع حضرتكم بعض التفاصيل اللي حصلت بارح طبعا ونحن نتكلم تحديدا عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عدد الشهداء وصل حتى أمس 14.530 شهيد طبعا مصابين 35 ألف وعادة دايما بيكون قبل تنفيذ أي هدنة أو وقف لإطلاق النار بنتابع بيكون فيه تكثيف لعمليات القصف على قطاع غزة كمان تحديدا يعني مبارح تبعنا قصف على مخيم جباليا ومخيم حتى النصيرات وسط غزة ووقوع طبعا عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين زي ما بنتابع كمان تصريحات بتخرج طول الوقت يا شازلي تصريحات عن حتى وقت تنفيذ الهدنة الأول قيل أنه هيبدأ يوم الخميس يعني النهاردة الساعة 10 صباحا ثم الساعة الخامسة مساءا ثم أيضا خرج الكائن الإسرائيلي وتحدث أنه مفيش بش نتنفذ الهدنة قبل يوم الجمعة يعني إحنا بنبقى بنتابع وبنرصد مع حضرتكم لحظة بلحظة كل التصريحات اللي بتخرج يا شازلي بكل تأكيد ويعني قوات الاحتلال بتقول أنه إنه دلوقتي شغال على أعداد القوائم قوائم الأشخاص اللي يتم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال خلال النهاردة أو بكرة بحسب الاتفاق وزي ما احنا متابعين التصريحات اتمر بن جفير له العديد من التصريحات خلال اليومين 3 ألفات دول يعني قمة في العنصرية بالمناسبة هذا الرجل شهر 8 ألفات الولايات المتحدة الأمريكية أدانت تصريحاته الإعلامية بأنه قال حياة أي شخص من المستوطنين الموجود في الضفة الغربية هي أهم مليون مرة من حياة الفلسطينيين واتهمته بالعنصرية ورجع بعد كده قال أن هذه التصريحات هي مجتزئة في لقاءات الفيزيونية امبارح أو الامبارح كان بيتكلم برضو عن نفس الأمر أنه يريد الرسالة أوجهها إلى السيد جو بايدن يا بايدن إذا كان لديك من المواطنين الأمريكيين عدد كبير منهم الموجودين في المحتجزين لدى حماس لن توافق هو طبعا هو بتكلم أنه بينتقد الضغط الأمريكي على الحكومة الإسرائيلية عشان تسمح بدخول الوقود فقاله لن توافق على دخول الوقود ونقطع عمدا المياه عن قطاع غزة حتى يصابوا بالقمل ويعني هو يريد القضاء نهائيا على كل من هو موجود في قطاع غزة كما من ضمن تصريحات وقال إذا لم تستأنف الحرب بعد هذه الهدنة سأتقدم باستقالتي والحكومة الإسرائيلية كلها طبعا وعلى رأسها رئيس الوزراء أبلغ الرئيس جو بايدن بأن الحرب ستكتمل بنفس القوة التي كانت عليها قبل الهدن صحيح يعني من الحقيقة أنه الكلام كتير على ما يحدث الآن البعض يتحدث عن أنه حماس أو المقاومة الفلسطينية هي اللي يعني نقدر نقول هي كان لها مكاسب أكثر من هذه الهدنة أو كانت يعني صاحبة اليد الطولة لتنفيذ هذه الهدنة وحديث آخر يخرج أنه الكيان الإسرائيلي على عكس هذا الحديث يعني إحنا بنتابع طول الوقت مع حضراتكم هذه التصريحات وما يخرج عن إن كان عن الكيان الإسرائيلي أو حتى عن المقاومة الفلسطينية تفاصيل كتير جداً نحاول نتابعها مع حضراتكم اللحظة بلحظة بالفعل يعني الأحداث متتالية ومتسارعة جداً نأمل طبعاً وندعو الله أنه يتم تنفيذ هذه الهدنة مش بس لمدة أربع أيام في قطاع غزة ولكن يكون وقف دائم لإطلاق النار ولو تبعنا حتى أهالي قطاع غزة يتحدثوا عن أولاً حاجتهم لهذه الهدنة الإنسانية وحاجتهم الأكثر لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات حتى عدد الشاحنات كان هناك حديث حول عدد الشاحنات المقاومة طلبت إدخال حوالي 500 شاحنة في اليوم وقوات الاحتلال تحدثت عن أنه العدد يكون مختلف من 200 إلى 300 شاحنة أعتقد أنه التفاصيل متغيرة زي ما بنتابع مع حضراتكم ونحن نكون معاكم طبعاً لحظة بلحظة فيما يحدث في قطاع غزة مرة ثانية طبعاً نصبح على حضراتكم جميعاً صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر